بسم الله الرحمن الرحيم. اه طلبة وطالبات السنوات العامية. اهلا بكم في مادة الكيمياء. اه والنهاردة ان شاء الله هنبدأ في مقدمة. اعزائي الطلب والطالبات. هنستكمل اه حديثنا في اه الكيمياء العضوية. وندخل في القسم الثاني مشتقاط الهايدركربونات. ونتكلم فيه عن مجموعات الوظيفية. اه المجموعة الوظيفية مجموعة من اه الزرات مرتبة الترامة اه تمثل ركلا صغيرا في المركب الهايدروكربوني المشتق. ولكن بيرجع اليها او بيعزو اليها جميع خواص المركب. والمجموعات دي عندنا مجموعة الهايدروكسيل. ودي طبعا بتتميز بيها الكحولات اه والفينولات. اه عندنا المجموعة الاثيرية. اه. اه وطبعا دي بتميز الاثيرات. وهنخد عنها فكرة بسيطة. عندنا اه مجموعة اه مجموعة الالدهيد او اه وطبعا دي بتميز اه الالهيدات. سواء الفاتية او اروماتية. مجموعة الكيتون او الكربونايل سي ده بالبند او. وطبعا دي بتميز الكيتونات. اه وطبعا ايه هوريك جدول يوضح لك بعض الامثال المركبات. مجموعة الكربوكسيل او احمد الكربوكسيل الاسترات اه سواء اروماتية والفاتية. مجموعة الامينو اه ودي طبعا بتميز الامينات. اه وطبعا هنبدأ نتكلم عن اه جزء الاول او قسم الاول مجموعة الهايدروكسيل. ونبدأ نتكلم فيها عن الكحولات والفينولات. ونعرف اه تسمية الكحولات. اه سواء التسمية الشائعة. او اه تسمية حسب نظام الايوباك. اه وطبعا احنا عندنا اه التسمية الشائعة احنا اه بنسمي حسب مجموعة الالقيل. وبنضيف كلمة كحول في الاول. يعني مسلا كحول ميسيلي كحول ايسيلي كحول بروبيلي وهكزا. الايوباك بنعمل تركيم للسلسلة. وبنبدأ طبعا التركيم من ايه من الطرف الاقرب لمجموعة الهايدروكسيل. هنا ممكن لعندنا واحد بيوتانول اتنين بيوتانول. اه تلاتة اكسانول وهكزا. اه وطبعا ده جزء مهم جدا في المنهج. وهيلنملك درجات كتير. فهياريت تركز فيه كويس. اه عناشان خلاص بعدها ده تنازلي. للامتحانات ان شاء الله. اه طبعا الكيمة العضوية المفروض انها تنقسم لجزء جزءين. آآ الهيدروكاربونات ومشتقات الهيدروكاربونات. طبعا احنا عندنا آآ في تقسيم الكحولات اللي ما نتكلم عنه تفصليا. آآ يعني عندنا الكحولات السنوية. آآ بنعتخد اللي اسمه ايزو. فانواليه برضو آآ تفصيل لتقسيم الكحولات. بس لما يدخل في الكحولات الاحدية. التقسيم الاولي ان الكحولات عمتا حسب مجموعة الهيدروكسيل اوحدية وصنائية اه وسلسية وعديدة اه عندنا الكحولات طبعا اه احدات الهيدروكسيل اه عندك مسلا ايه اه الايسانول اه الميسانول اه عندك صنائة الهيدروكسيل اه سي اتش تو اواتش سي اتش تو اواتش ايش اه مجموعة متصلة بو اواتش زي ما انت شايف في الجدول عندنا آآ السوربيتول طبعا ده مفروض آآ بيكون عديد الهيدروكسايل بيكون في ست مجموعات هيدروكسايل زي ما انت ايه آآ هتشوف بالنسبة لكحولات الاحدات الهيدروكسايل بنقسمها لترد اقسام فيه كحولات اولية آآ وفيها آآ الكربينول لزارة الكربون المتصلة بمجموعات الهيدروكسايل مباشرة تتصل بزارتها هييدروجين آآ على الاقل آآ زي الاسانول دون ميسانول حالة خاصة تصل بها اربعة وتلات زارات هييدروجين آآ عندك الكحولات السنوية آآ بيكون فيها الكربينول متصلة بمجموعتين كربون او مجموعتين القيل زي كحولات اللي بتاخد المقطع ايزو زي اتنين بروبانول آآ في عندك الكحولات السالسية تلات آآ زارات كربون متصلة بالكربينول زي الكحول آآ البيوتيلي السالسي او بنسميه آآ عندنا آآ اتنين ميسايل اتنين آآ بروبانول عمتاً ايه التقسيم قدامك برضه هنوره لك عشان تاخد فكرة في التسمية آآ وهنديك بعض الامثلة آآ آآ الكحول الايسيلي هناخده كمثال ونشوف تحضيره في الصناعة آآ ونشوف طرق تحضيره عندنا طبعاً الطريقة اللي في جمهورية مصر العربية التخمر الكحولي ودي في الدول الزراعية المنتجة آآ للسكر من قصد السكر آآ بنستخدم فيها المولاس اللي هو آآ من مخلفات صناعة السكر ونسبة السكر وطبعاً المولاس ده ما هو الا محلول سكروز سكر صنائي بنعمله تحل المائي في وجود آآ فطر الخميرة الذي يحتوي على انزيمات التخمر انزيم والزيماز آآ الكلام ده بيتم على خطوتين في الخطوة الاولى آآ بينتب آآ سكر جلوكوز وسكر فراكتوز سي سكس اتش اتناشر او سيكس جلوكوز وزيه برضه نفس الصيغة الجزائية آآ فراكتوز وطبعاً ابسط انواع السكر هو الجلوكوز الجلوكوز بعد كده بيحصل لعملية التحلل المائي آآ مرة اخرى في وجود انزيمات التخمر وبيعطي آآ زي ما انت شايف كده انزيم الزي ماز او الزيميز وبيعطي كحول وايسيلي ويسانو اكسيلي كربون آآ دي الطريقة آآ التخمر الكحولي يعني التخمر الكحولي ما هي الاعملية تحلل المائي للسكريات بانواحها لكي تتحول الى كحول وايسيلي وسانو اكسيلي الكربون الطريقة آآ اخرى في الدول البترولية آآ بنحضره آآ باستخدام آآ مشتقاط البترول او بمعنى صح الايسين او الاسلين الناتج من اه تكسير مشتقات البترول. اه وبعمل هنا عملية هيدارة حفزاية او امام حفزاية في وجود حمد الكابراتيك او حمد الفوسفوريك. عشان كده بما انه بحضر البترول البنزين بهذه الطريقة. بما انه بحضر الكحول بهذه الطريقة من اه مشتقات البترول عشان كده يعتبر الايسانول اه من البترول كيمويات. وطبعا ده سؤال ممكن دي تقابله كتير. اه بالنسبة لنا اه الايسانول هو الكحول العادي اللي ممكن نحضره بهذه الطريقة اللي هيدارة حفزاية لالكين زي الايسين. ولكن بقى الالكينات بتعطي كحولات سنوية وساليسية. وطبعا ده طبقا لقاعدة ماركنيكوف اللي انت خدتها في الايدركربونات. اه ودي بعض الامثال بتوضح لك ازاي بحضرت تنين بروبانور كحول سنوى او ايزو بروبيلي. وازاي بحضر كحول ثالثي. اه من اه الايماها او الاهيدارة الحفزية للايه للالكين المقابل. اه عشان كده اه هناك طريقة عامة لتحضير الكحولات. اه هنتكلم عنها دلوقتي ولكن فيه مرضو ايه اه استفسار. فيه طبعا فرق بين الكحول الايسية دي العادي الشفاف. اه والكحول الاحمر السبيرتو الاحمر او سكحول المحول. المحول ده ما هو الا اه خليط من الايسانول بالنسبة خمس وتمين في المية والميسانول وده مدى سمى طبعا اه بالنسبة خمسة في المية اه واحد في المية اه زيت بريدين وزيت اعزام زيت رايحة كريهة وصبغات ملونة وماء وطبعا بنعمل المحول عشان ايه لبعض الاستخدامات زي الطلاقات والديهانات فلازم ايه اه الدولة توفره بايه بقى اسعار رخيصة اه وبيكون غير صراح للاستخدام الادام لان الكحولة طبعا الايه الشفاف النقي يكونوا عليه ضريبة عانية جدا اه زي ما هنشوف. بالنسبة للطريقة العامة لتحضير الكحولات اه في هزي دي ممكن اخضر بها اي نوع من الكحولات الفكرة كلها بسخن هليد الالقاية للمقابل اللي بيحتوي على نفس هذه الزرات الكحول مع محلول ماء اه لقلوي قوي اه مثل البوتاسا او السوداء الكوية المائية. اه بيحصل هنا عملية ايه اه احلال وبينتج الكحول اه وملح بوتاسي او ملح سوديا زي ما انت هتشوف. اه وطبعا دي بنسميها الطريقة العامة لتحضير الكحولات بحضر بها اي نوع من الكحولات حسب اه طبيعة ايه الهليل ازا كان اولي او سنوي او سالسي. بينتج على هذا الاساس الكحولي. اه طبعا بالنسبة لنا الخاص العامة للكحولات. بنبدأ بالخاص الفيزيئية. اه مواد اه متعادل عديمة اللون. شفافة. اه المركبات الاولى منها خفيفة تنتزج بالمية امتزاجا تاما. لانها بتكون مع جزئات الماء رابط هيدروجينية. لانها تحتوي على مجموعة هيدروكسال زي ما انت عارف. المتوسط تكون سوائل زيتية. اه اعلى بتكون صلبة. اه الكحولات طبعا قلنا ايه بتديك في المية. عشان بتكون ماء رابط هيدروجينية. كزي اه نوعا ما عن باقي الهيدروكربونات بتكون مرتفعة لانها بتستطيع تكون رابط هيدروجينية مع بعضها البعض. ولكن بتزيد درجة الغيالان كلما زاد عدد مجموعة الهيدروكسال. وطبعا هنوضح لك رابط هيدروجينية كل اتنين جزئ اه من الكحول اه بيتكون بينهم رابطة اه واحدة هيدروجينية. ركز معي وتبع معي وطبعا في الفيديو القادم هنقدم لك هنقدم لك الايه اه اه اهم تفاعلات الكحولات اه اه احادات الهيدروكسال. اه وبعد كده ايه تابعني هنكمل بقية الكحولات السنائية والسلسية اه والعديدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع معكم السلام عليكم. كبير معلمين الكبير. سلام. اختبارات اللي جاية تابعني وان شاء الله تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا. اشتركوا في القناة